سورة جماعية تجمع القادة مؤتمر صحفي يلخص نتيجة القمة وربما بعض التصريحات والصور التذكارية هذا ما يشاهده المواطن في العالم الغربي في اجتماعات القدمة هناك أما هنا في العالم العربي التقوص تختلف تماما فالمواطن العربي يتابع لساعات على الشاشات وصول القادة على أرض المطار كل على طائرته ليطمئن أنه تم استقباله بصورة لائقة ثم ساعات من الاستقبالات والسلامات والقبلات وربما بعض الابتسامات كل ذلك يصاحبه تعليق من مزيع بإسلوب تلفزيون الدولة الذي يشعرك كمواطن بأهمية وجل الحدث قمة التضامن لمستقبل أفضل قمة التحضير ودقة التنظيم ثم الكلمات كلمات في الغالب تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية التي انضمت لها مؤخرا الأزمة السورية وتتخللها تأكيدات على ضرورة التعاون والتكامل والتضامن والتشعور والتفاهم والتفاؤل من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والرفاهية والعدالة والأمان والسلام وتنتهي القمة ببيان ختمي يتضمن كل ما سبق ويؤكد على أنها عقدت في أجواء من المحبة والأخوة بالإضافة إلى إقرار مشروعات للربط الكهربائي وربط الطرق وربط السكك الحديدية وربط كل ما يمكن ربطه ويتابع المواطن العربي كل ذلك وقد لا يتابعه لأنه مجهول بالسعي وراء أكل عيشه في ذل غلاء المعيشة وهو أيضا مهموم لأنه في الأغلب لن يتمكن من توفير العمل لابنه بعد تخرجه وهو حزين لأنه لا يستطيع توفير العلاج لزوجته وقلق وهو يتابع الأحداث اليومية في العالم العربي ولكل هذه الأسباب قد لا يتمكن من متابعة اجتماعات القمة نجو عسران سي ان بي سي عربية العالم العربي